بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حابنا نشارككم تجربة جديدة وهي طاحونة الحبوب سمعنا انه فيه طاحونة بتطحن الحجار وشفنا افلام حابنا نجغب وحابنا تشاركونا هاي التجربة وطلبناها عن طريق الانترنت وفعلا ما طولت رح نذكر كل التفاصيل بالفيديو اثناء تجربتها وهلأ رح نفتحها امامكم ونشوف شو فيها على باركة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طبعا صار فيه تواصل بيننا وبينهم عن طريق الرسائل ومرسلات واللذيذ انه فينا نحكي بالعربي يعني ما فيه اي صعوبة انه الواحد يعني يتواصل معهم فهي الكتالوج طبعا معها المكنة مركبة خالصة فينا نشوفها طبعا هاي فاضي خلص خلصنا منها نحط المكنة قدامكم بسم الله بالنسبة للسعة طبعا فيه ساعات مختلفة فيه خمسمائة جرام فيه سبعمائة جرام فيه ألف جرام فيه ألفين جرام مشكلة وطبعا فيه معها معدات اذا ملاحظين هاي فرشاي للتنظيف فينا نفتحها كمان قدامكم لانه قالوا لي انه رح يبعتوا قطعة غيار هاي مشان الفك والتركيب هاي اجلوس شفرات احتياط طبعا هي شفراتها مركبة اذا ملاحظين نبعد المكنة شوي هاي شفرات وهاي شفرات التانية وهاي شفرات وهاي الفرشاي شفرتين معناها كل واحدة شكل البراغي مبارس هذا مشان الفتح وايضا فيه عندهم بعتين حطع غيار اللي هي الفحمات تبع المتور هاي الفحمات بالدوب طبعا بعد فترة من الاستعمال حسب الاستعمال ممكن واحدة استعمالها شهر والدوب ممكن استعمالها سنة وما الدوب حسب استعمالها في البيت هي منزلية طبعا هاي الفحمات بتتغير وهاي الفحمات موجودة بكل بلدان العالم يعني بس الواحدة الدوب تشتريها وبيبدلها لانه هاي قطعة غيار مهم بعتين معها قطعة هالغيار هاي وهاي المكناة الصوت عالي شوي هاي المكناة قدامكم طبعا هي عبارة عن سبعمائة جرام اذا منتطلع هون فيها الفين وعشرين واط الفين وخمسمائة واط عفوا متين وعشرين فولت طبعا قديش الدورة وقديش كذا وسبعمائة جرام اذا بتلاحظوا هون سبعمائة جرام هاي متوسطة طبعا فيه خمسمية فيه متين فيه كده طبعا رح نستعملها قدامكم ونشوف كيف الاستعمال وان شاء الله تكون تجربة جديدة منيحة إلنا وإلكم وبسم الله حتى بعتين لتحويلة بالنسبة لل الفيش تبعها قبل ما نبدأ بتجربة طحن الحبوب فيه ملاحظة هامة جدا وهي ان الطاحونة بتشتغل وهي بدون غطب يعني فيها خطورة إذا ما دار بال الواحد المفروض ما نضع فيش الكهرباء إلا بعد وضع الحبوب فيها وإغلاقها وتثبيتها بإحكام مثل ما رح نشوف الآن رح أفتحها قدامكم ونشوف ونجرب كيف هاي الأمان فيها بالنسبة لهاي الموضوع الغطى تقريباً صفر هلأ إذا فتحنا الغطى فتحناه طبعاً الشفرات مبينة والواسعة ممكن الواحد يحط إيده فيها أو هو عم بحط الحبوب فارضاً كانت في الكهرباء صعب إنه الواحد يعني الأمان فيها ما كتير هلأ رح نشوف إنه هلأ ما سنشغلناها طبعاً هاي سكرناها منيح حطينا الكهرباء هلأ هلأ رح نشغلها فتحناه ها هاي ملاحظة خطرة كتير هلأ لا سمح الله الواحد عم بحط فيها أو عم بقيم أو عم بساوي شيء اوان بنظفها ومحطوطها بالكهرباء يعني بتشتغل دقرة صغيرة بتشتغل وهاي فيها خطورة كتير 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 وهاي طبعا رح ابعت هاي الملاحظة للشركة لانه هاي فعلا سيئة خطيرة خاصة اللي عنده ولاد ما ممكن يعني استخدمها الا باحتراز واحتياط كامل ان شاء الله هيك يا رب طبعا يحمل جميع بس هاي الشغلة انا ما كنت عارفها انه ما فيها امان بهالشكل هذا يعني لازم لما تسكر هي تشتغل او يعني تشتغل على كل حال في عنا مؤقت هون هذا المؤقت من الواحد للخمسة يعني دقيقة اثنين ثلاثة اربع خمس دقائق اذا بدنا نشغلها هلا رح نجربها قدامكم على كل حال يعني فيها سيئات فيها حسنات رح اول شي انقيمها من الكهرباء حتى ما اي خطورة هاي طبعا خطوات السلامة هلا فيه عندنا نجربها في عندي انا فول الصوية فول الصوية معروفة من الحبوب القاسية جدا فغسلناها ونشفناها منيح منيح جاهزة طبعا للطحن هلا بدنا نشوف نطحنن هادلول 350 جرام شايفين هلا انا عم بوزعن هيك لا سمح الله اذا محطوطة الكهرباء بتكون صعبة كتير فهلا انا ما حاطت الكهرباء راح نسبتها نسكر اول واحد نسكر الثاني طبعا هذا لازم كمان نسبته لانه قوية جدا هلا مدام سكرناها وما في حدا هاي نحط الكهرباء ورح نشغلها دقيقة واحدة حسب ما باعتقد يعني انه تكفي اذا ما كفيت من رد من تابع بس مشان ما ما نسترعكم كتير يعني انه صوتك فعلا كتير قوي يعني فيها اذا بنا نقول سيئتين السيئة الاولى انه صوته قوي وهذا احنا سمعنا فيه قبل ما نشتريها انه صوتها قوية لانه هي قوية السيئة التانية واللي يمكن تكون لا تختفر هذه انه ما فيها امان بالنسبة لتشغيلها بدون غطاء هلا راح حط دقيقة ونشوف وتكم تتحملوا الدقيقة معي ان شاء الله تطلع النتيجة انا بدي اشغلها دقيقة ونظلنا متابعين لانه شفت انا فيديوهاتي كتير عم بقولوا انه حط فيها حجار وطحنها وبعدين ورجان الغبرة يعني حط طحين فها وصاروا طبعا التعليقات وبتعرفوا كيفية التعليقات انا راح اشغلها دقيقة فعلا قدامكم وما راح ازحزح الكاميرا الا لا افتحها ونشوف شو النتيجة مع بعض ننتحمل هذه الدقيقة حتى بس ما ننغش ونشوف كيف الامور راح تكون بسم الله الرحمن الرحيم شكرا حيث lazy اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او نفتحها بالاحرى بضعفة الكمية فمعناها انا حاطت 350 جرام هي 700 جرام بمعنى مش انو 700 جرام حب هلا هي ساتها 700 فممكن في حب بومفوش مثل هدلول تقريبا انا رح انخلهم قدامكم بسم الله نرى التنخيل عموما النتيجة مرضية لانه فعلا طحين طحين يعني مبين لكن يبدو كمان ما بتتحمل 700 جرام لانه هلأ مليانة ب350 جرام فلو حطيت 700 جرام حب معناها انه بتطفطف لبرة وما خرج كمان يعني دول زي سميد لسه كان بدها شوي يبدو بس نتيجة مرضية الحمد لله من تابع على هيك وان شاء الله تكون عجبتكم والملاحظة تكون فادتكم لانه انا سمعت انه بتطحن الحجر حبيت اجربها وتشاركوني هاي التجربة منيحة لكن مش للبيت اللي فيه اطفال لانه هاي ما فيها امان ربما يكون فيه من نفس النوع فيه زر الامان بالنسبة للغطا وهذا المفروض ندير بالنا عليه عند الشراء اي شراء اي شيء من ناحية الامان في البيت وخاصة اذا فيه اطفال يكون فيه ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو والتجربة تكونوا عجبتكم تشاركونا فيها ولولنا شو اراءكم بالنسبة له الموضوع هذا وان شاء الله الى لقاء قادم واللي حابب يشاركنا بالقناة اهلا وسهلا فيه طبعا تشاركونا بالقناة ومنشكر كل اللي عم بتابعونا وعم بيشجعونا وتشجيعكم هو الاساس والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبنا رجعنا لكم بس نعطيكم النتيجة النهائية حبيت كمان تشاركوني فيها هلا عندي انا الـ 350 غرام انتهوا من الطحن اذا بتلاحظوا يعني الطحين كتير ناعم يعني كتير فهدول 350 غرام هاي النتيجة النهائية بالنسبة للبقايا ضل عندي تقريبا يعني شي غرامين او اكتر شوي هدلول خشنين شوي وكنتيجة كنسبة انه يضلوا هدلول بالطحن طبعا نسبة بسيطة ومقبولة انه يضلوا لانه لو استمرت في الطحن اكتر ممكن كان ينطحنوا بس مشان ما نطول عليكم وهاي النتيجة النهائية هالدول اللي بقيوا من 350 غرام كمان ممكن استعمالهم يعني بالطهي بالأكل ممكن استعمالهم بالشوربات وهذا الطحين الفول الصوية طبعا الا استعمالات عديدة ومفيدة كتير للصحة وهذا النتيجة النهائية ان شاء الله تكون عجبكم انا حبيت ارجع واشارككم بهاي الشهر بعد ما سلمت عليكم وودعتكم نشكركم كتير وان شاء الله نسمع اعرائكم من جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة